اشتركوا في القناة 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 بسم الله اشتركوا في القناة 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 عارف ليه؟ يا عم اقول ليه؟ ليه؟ عشان مش عاوزة تحيل يوه؟ مش عاوزة تحيل من التخلير انا عارفها كويس هي عاوزة القضية تبدل متعلقة في المحاكم كمان سبعة تمان سنين اللي لقيت انا مذهق واتعم وحيلي يتهد ساعتها بقى انافز اللي هي عايزة بالعجس بقى ده هي بتدور على الحل ومستعجل عليها اكتر منك لا مش باين مش باين يا حبيب مش مستعجلة انا عارف لو هي مستعجلة زي ما انت بتقول كده كانت فطت نطت جات اعرف معانا عشان تحيل انما هي مش عايزة تحيل صدقني ان انت اخوي انا عارفها كويس مش هتحيل يعني مش هتحيل يلا بس مين بقى اللي كسبان القضية الحد دلوقتي رد عاما عشان نفسيات تصليح انت مش كده ومين كه عارض الصرح انت عاما فهم انت عاما فهم انت عاما فهم استنى بس عاما فهم استنى بس واستهد بالنك كده وقعد وروأ دمت روأ راجل اقولك مش هاتيجي مش هاتيجي مش هاتيجي انت مش عاوز تفنب ليه اقول هاتيجي بالانجليزي نوت كومن اه طالما نوت كومن جيبه مش هاتيجي خلاص فهمتني طيب بص بقى صلى عنا بقعد بس هاتيجي 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 اقولي كل طلباتك وانا بصفتي المحامي بتاعها هبلغها كل الطلبات واجبلك الرد الحد عندك يا عاما اقولك كل طلباتي اه ايه ماشى بس هتفتكر ولا انت من النوع اللي بينسى ما تكتب احسن اكتب حاطر اكتب حاطر ورق والف واكتب حاطر اقولي طلباتك عاما فهمي تحت امرك شوف يا سيدي انا مليش طلبات ما لا ما تكتبش دي اه ما تكتبش دي مالورق والم وبتاعه في الاخر ما فيش طلبات لا يعني هلسى الكلام بنا اه اه انا موافز عاما انا مليش طلبات اه وطبعا انا ليه التلت في مراس اخويا ده شيء قانوني معروف اه بس انا برضو مش عاوزه برضو ما تكتبش ما تكتبش ديه عاما احنا بنتفهم الاول قبل الكتابة انا بنتفهم انا ستنازل عنو ستنازل ما تكتبش انا بنتفهم انا بنتفهم انا بنتفهم ستنازل عنو بس لها حلو لمين نختها مريم اه اه نختها مريم اه وكمان ايه التوكيل اللي عملها مريم يتلغي ودبا يكون قدامي بحضوري وحضور المحام بتاعي انا كمان اعاوز حاجة مهمة قوي خير اعاوز يبقالي كافة الضمانات اللي حافز بيها على فلوس مريم ايه شبت اللي مريش طربات ازاي شبت اللي مريش طربات ازاي شبت ماشي 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 عم فان برسي تيجي ايه مش عاقبك حيوة طبعا اكيد لك بص انا هبقى صريح معاك ايه بصراحة كده عمك هو اللي جايبه وبحليف ان انا لازم اجي اجيبهه لك يعني انت عارف ان انا محبش ازاع له لا لا انا اللي جايبه انا اللي جايبه انا اللي جايبه بالصاصدي يعني ان هو صاحب الفكرة ايه البصة دي هو الضغط عاجباني صراحتك طيب بما اني بقى اني انت يا عجبك صراحتي انا هبقى صرح معك اكتنا منكها شوية بس يا مرم بصراحة كده ما اكتشفت ان انا كنت انا بفهمش اني بقى عندي بنت عم حلوة زي كده وانا مش شايفة او عامل مش شايفة انا بقى ان بفهمش فاهميني لا ايه بارف يعني اكيد زي ما انت معجب صراحة انا برضو مواسق في زكائك يا اهلا وسهلا اعني مالك ازايك انا عايزة افهم بقى ايه الحصار اللي انتو عاملينه علينا ده انتهينا وابوك في المكتب مالك مفيش حصار ولا حاجة الموضوع كله بس اني جايه اشوف مريم ازورها واتطمن عليها مش اكتر من كده والله هي بجد من انت بقى الكلام ده مالك انا حتى كنت وعد رانو ان انا اخدها واخرجها كنت عوى ببنتي خلوا رانو بعيدة عن اللعبة اللي انتو بتلعبوها دي وقول لي باباك ان العرض اللي عرضوا عالمحامي بتاعي مرفوض وبلاش السكة دي معاي لا انت ولا ابوك هتكونوا احن على اختي مني مالك انا مش فامتي بتتكلمي عن ايه بالزبط انا كل اللي اعرفوا ان ابويا كان جايلك المكتب عشان يقولك اللي حصل بينه وبين طليقك بس طريق مالك 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 لا انا زعلان منك لا بجد زعلان منك انا مشو اخد باليح حضرتك تعرفني؟ كمان؟ كمان تعرفني؟ لحنا اراهب اراهب يا حزومة ركن شوية في ايه؟ اراهب ازاي؟ انا خالد اليسي جوز خالد بنتك رانا جوز خالتها من ايه؟ اه لا دي قصة طويلة بقى انت عندك اكل عشان اجعان ولا ننزل نعطفق احد انا كلهم اتين موسيقى 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 ولو اني مش هينفع كده نادين مش معقول انت بقلك يومين ما دقتش حاجة وكله صيجار في قهوة ماينفعش كده حبيبي موسيقى انت او لا حد مسلطي ايه؟ جاوب على قد السؤال انت او لا حد مسلطي موسيقى مبطي تمن موتلوجي ولا لسه مدفعوش انت بتتكلم على ايه انا مش فاهم حاجة لا فاهم كل حاجة مين اللي استلم ارقاك المناط بتعدل اغريبي موعد للسن فيها اكلي ايه وسمي اي انا مش فاهمة حاجة لما سألتك حلفتيني انك مطلبطي ليش حاجة المطعم اكدولي انك انت اللي طابت الاردر واسمك وتليفونك متسجلين عندهم مين اللي وراكي؟ مين اللي قاتل بنتي؟ مش عايز تتكلم شايفة دي دي شهرة وفا بيانات المتوفية أميرة محمد حافظ ناصر يعني انت ميتها ميتها رصاصة بستة لنين ما تبقيش بحبودها هلا أحسن تقولي اليمين وراك عشان ما تدفعيش التمن الوحد عاوست موتنا أنا ما تطلعني شهادة وفاة بتحددني بيها ازاي تشك فيه ازاي تشك ان انا ممكن اعمل فيه كده او اعمل كده فلوجي انت مش عارف انتوا ايه من نسباني انت بتتكلم ازاي يا نديم بص تليفوني اللي متسجل عندهم اهو خد اللوج بص فيه بص بص شفني كلمت المطعم ولا لأ ولا شكك اكون مساحته وماله عموما نبقى اكلمهم بكرة واطلب فاتورة تفصيلية بكل تليفوناتي شفني كلمتهم ولا لأ انا اخر حاجة في حياتي كنت ممكن اتخيلها انك تشك فيه انا روها انت حياتي كلها تحت رجليك انا من ساعة ما بصحة الصبح بصحة عليك انت ولو هاوز موتك مش هتصل من مريتي انت عرف مشكلتك ايه انك ما بتشوفش انك عمرك ما حسيت بيا عشان لو بتحسوا وبتشوف كنت عرفت ان انا بحبك انا بحبتك يا نديم ايه 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 شكرا